وعلى إنستجرام تداول المتابعين خبر نشرته صحيفة فيبول الأمريكية عن بيع الدمية الأصلية للكائن الفضائي في فيلم إي تي في 2.56 مليون دولار يعني حوالي 10 مليون ريال في المزاد لأن الدمية تعتبر من أجهر الشخصيات الثقافية الشعبية وأعمال الخيال العلمي منذ عرض الفيلم للمخرج ستيفن سبيلبرغ في هذه المنطقة قوية في هذه المنطقة ستحدث موسيقى وموسيقى وموسيقى موسيقى 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 موسيقى